السلام عليكم هذا السائل يقول ما معنى نذر اللجاج والغضب وما كفارته نذر اللجاج والغضب هو النذر الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التشذير هذه الأيمان المقصودة بها هذا أو النذور المقصودة بها هذا هذه لها حكم الأيمان فإذا نذر الإنسان مثلا بنت تريد أن تذهب مثلا لزواج وقالت لها أمها علي نذر ما تروح للزواج هي القصد من هذا أن تمنعها فهذا نذر اللجاج والغضب أو واحد يشرب دخان وقال علي نذر أني ما أشرب دخان وأن شربت دخان أني أصوم شهر كامل متتابع هذا إذا حصل عليه ما يجب الحنث فهو مخير بين أن ينفذ ما حلف عليها ونذره وبين أن يطعم كفارة يمين يطعم عشرة مساكين خمسة عشر كيلو أرز يأخذها ويدفعها لأسرة فقيرة أو يعطي الجمعيات الإسلامية الموثوقة لتشتري الكفارة وتوزعها على المحتاجين نعم أحسن